وتنضم إلينا من بيروت مرسلة الغد ليلة خليل سباح الخير ليلة هل صارت الأمور كما كان مخططا لها؟ أي مسيرت من الساعة السادسة للعاشرة صباحا؟ وما هي أبرز المطالب؟ صحيح في هذه الأثناء ينتهي هذا الأضراب العام الذي دعا إليه قطاع النقل البر اليوم في لبنان ولكن لم يشارك فيه السائقون النقل البر أو السائقون العموميون بالتحديد لم يشاركوا بهذا الأضراب ولكن الشاحنات سائقوا البصات اتحادات النقل المتبقية هي من شاركت في هذا الأضراب اليوم من الساعة السادسة ولغاية العاشرة صباحا أربع ساعات من الأضراب العام كان هناك تجمعات في الكثير من المحافظات اللبنانية هي محددة مسبقا وجالت هذه التجمعات في مسيرات سيارة في المناطق اللبنانية الآن من المفترض أن يكون هناك أو يصدر موقف عند وزارة الداخلية من رئيس اتحاد النقل البر بسامت ليس سيعلن فيه عن الخطوات المقبلة لربما هذا الأضراب يأتي بطبيعة الحال أولا رفض رفع الدعم المتوقع والمرتقب على المحروقات والذي يعني كارثة بالنسبة للشعب اللبناني عموما والسائقين أيضا ثانيا الدعوة إلى تنفيذ خطة النقل العام هذه الخطة الموجودة اليوم في أدراج الحكومات المتعاقبة أيضا البعض اليوم يطالب بأن يتم تخصيص صفائح من المحروقات للسائقين العموميين بالتحديد وبسعر رمزي ليس بسعر الحاصل اليوم أو الغلاء أو الارتفاع بالأسعار الحاصل اليوم كان هناك أيضا سمعنا مواقف سابقة في وقت سابق من رؤساء الاتحادات رفضهم لهذه الزيادة الأسبوعية أسبوعيا يتغير جدوى الأسعار المحروقات في لبنان وهذا ينعكس بداية على الصائقين العموميين الذين اضطروا بمرحلة ما إلى رفع التعرفة أمام المواطنين اللبنانيين وبالطبع هذا ينعكس أيضا على أجورهم انخفاضا وأيضا البعض يطالب بأن يتم الإسراع وبأعطاء الصائقين العموميين المساعدات التي كان من المفترض أن يتم توزيعها عليهم وأيضا هناك مطالب بأن يتم الخلل الحاصل عند مراكز المعاينة أن يتم إصلاح ما يجري من ازدحام ومن تضارب ومن زحمة في مراكز المعاينة الميكانيكية معظم المطالب هي هي ليلة هذه المطالب كانوا يطالبون بها في المسيرات التي خرجوا فيها قبل هذا ولكن لم تحقق حتى الآن لماذا لا تتجاوب حتى الآن السلطات المعنية والوزارة الوصية مع هذه المطالب؟ بالطبع مونة اليوم الطرف الذي لم يشارق بالإضراب اليوم قال تحدث عن نقطة مهمة بوجه من يقام هذا أو ينفذ هذا الإضراب العام لا يوجد حكومة فاعلة اليوم إذن نحن بحاجة إلى حكومة فاعلة ليست حكومة تصريف أعمال لكي تستجيب إلى كل هذه المطالب عدا عن أن موضوع رفع الدعم هو تحصيل حاصل نحن ذاهبون باتجاه رفع الدعم ليس فقط عن المحروقات إنما أيضا عن المواد الغذائية وأيضا الأدوية وهذا يضر بالجميع إذن المطلوب اليوم أن يكون هناك حكومة فاعلة بداية أن يتم تأليف أو تشكيل الحكومة كي تقوم هذه الحكومة الشرعية أو الرسمية بإجراء كل هذه الإصلاحات وأن تلبل ربما بعض من مطالب القطاعات وليس فقط قطاع النقل البري شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من بيروت مرسلة الغد ليلة خليل